خبر مفجع وضحية جديدة سببها الأول حوادث الطرقات وما تجنه من روح البشر وكان آخر عاشق الدراجات الهوائية سعد لسبيعي الذي تعرض لحدث ذهس على جسر الشيخ جابر وقد يكون أول حادث يقع على الجسر الذي افتم افتتاحه قبل ثمانتي أشهر ولن يكون الأخير إذا لم تتخذ الجهات المسؤولة لاحتياطات اللازمة دراج نادي كاظمان رياضي والمنتخب الوطني الذي احترف الهواية منذ عشر سنوات وحقق العديد من البطولات الخارجية باسم الكويت فارق الحياة مساء الثلاثة أثناء ممارسة الهواية المحببة باستخدام الدراجات الهوائية أسباعي رحمه الله كان قد ظهر في مقطع فيديو قبل عدة أشهر وطلب عضاء مجلس لما بتفعيل مقترح تخصيص حارات في الطرقات لتسهيل ممارسة هواية الدراجات الهوائية للحد من تعرضهم للخطر أثناء ممارسة هوايتهم المحببة شكر خاص لكل أشخاص المعنيين في الاغتراح اللي أهمه نواب مجلس الأمة اللي الشعب رشحهم علشان يخدمون الشعب ويخدمون الوطن أتمنى صراحة أن القرار يعني يكون نافذ في فترة قريبة بحيث أن كل رواد وكل مرتدين الطريق من أصحاب الدراجات يكونون في أمان ويمارسون ريالتهم بشكل ممتاز وبعد أن وقعت الفأس بالرأس ولم يجد أذانا صاغية وكان الاسبع ضحية لحوادث الطرق وتفاعل مع الخبر المفجع طلب عضو مجلس الأمة بعقد جلسة خاصة لمناقشة أسباب الوفاة وميشروط الأمن والسلامة التي توفره جهة الدولة لممارس الرياضة حتى لا تكون ضحية جديدة سببه الإنفلات المروري